سور أولا لبناء الجدران وحدتنا هي قوتنا يبقى أن نصلي من أجل ولادة لبنان الجديد المهدد بالانهيار التام وخلاصه بولادة مخلصنا يسوع المسيح مجدرين عيد صوت لبنان بسبب الطقس طائرة إسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية بعد الفاصل في منشات المساء اليوم الخميس هل لبنان فعلا على شفير الإفلاس؟ وأين هي أموال المدعين لدى المصارف؟ وكيف يتكيف اللبنانيون مع الأزمة النقدية؟ وما هي السياسات الإصلاحية العاجلة؟ الجواب مع رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور مونير راشد مع وشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع أعداد وتقديم جور شهين أحكمت العاصفة سيطرتها على لبنان مصحوبة برياح وأمطار غزيرة وتسببت الرياح العاتية بتضرر رصيف كورنيش المنارة كما شلت العاصفة حركتين ملاحة والصيد في ميناء صيدة متسببة ببعض الأضرار في المراكب وأعد فتح الطريق البحرية في صور والصيدة وبعد انقطعها برمول والحصاج جراء ارتفاع الأمواج وأدى تراكم الثلوج إلى قطع طرقات كفردبيان حدث بعلبك عينات الأرز الضني والهرمل وعملت عناصر من الدفاع المدني على إنقاذ سيارات احتجزت في الثلج على طريق عام ترشيش زحلي وبسبب سوء الأحوال الجوية دخلت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية منطقة الملحة الجوية للأجواء اللبنانية أثناء قيامها برحلة من مطار بنجريون في تل أبيب إلى بنكوك في تايلاند عاصفة الطبيعة أرخت بثقلها على أجواء طرابلس رواء رفاعي شلت العاصفة لولو والتي تضرب لبنان حركة ملاحة الصيد البحري في ميناء الصيادين في الميناء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وباستثناء البحث والرمل الذي قذفته الأمواج على كورنيش البحر حيث عمل عمال بلدية الميناء على تنظيفها فإن أي حادثة لم تسجل شمالا جراء العاصفة ولمناسبة الميلاد المجيد عززت القوى الأمنية من تواجدها أمام الكنائس في طرابلس والأقضية حفاظا على سلامة المصلين إعلاميات الشمال يحتفلن بالعيد على طريقتهن فما الذي يصرحن به لإزاعة صوت لبنان المراسلة لي مع ماري من تلفزيون تليل ميار والنورسات لنا دياب من إزاعة الشرق ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام في الكورة ماجي عيسى اليوم يلي بيقلمنا أن الميلاد أتى هيد السنة حزين إن كان على لبنان بشكل عام أو على منطقة الشمال بشكل خاص شفنا اليوم بكل المناطق والأحياء والبلدات الزينة الخجولة للميلاد والفرحة اليوم المطعمة بيغصة كتير كبيرة نتيجة الوجع الاقتصادي الأمنية السياسة الاجتماعي يلي عم تمرق في منطقتنا وبلدنا الحبيب لبنان لذلك اليوم نحن نأمل بعيد ميلاد السيد المسيح إنه فعلا نعيش ببلد لبنان هالبلد يلي منطمح إنه ينعم بدولة القانون والمؤسسات وتسود في العدالة الاجتماعية حتى ما يصير فيه تمييز طبقي أو تمييز اجتماعي وأن يصار أكتر من هيك إلى تأليف حكومة تكون على مستوى مطالب الشعب اللبناني حتى يستعيدوا المواطنين السئة فيما بينهم ويولد لبنان من جديد عاصمة الشمال من نبط طرابلس بتمنى لكل السادة المستمعين يلعاد عليهم العيد بكل محبة وتقالف وخلينا نبقى إيد بإيد بهذه الظروف الصعبة اللي عم يمير فيها بلدنا تجاوز كل المحن الموجودة بتمنى لكم كل الخير لينا دياب من موقع الشمال دوت كوم وإذاعة الشرق شكرا للكون نتمنى ولادة لبنان الجديد وإنقاذه من النفق المظلم الذي دخل به طبعا الكل معني بالنهوب بلبنان وكلنا أمل بأن يحل العام الجديد ومشاكلنا قد انتهت وإن بجزء منها من الشمال تهنئة قلبية للمسيحين خصوصا والمسلمين عموما بعدي الميلاد ورأس السنة على أمل ولادة لبنان الجديد من طرابلس روع رفاعي صوت لبنان جو الميلاد عاصف وبارد والانحسار يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وتفاصيل مع حسان المصري من مصلحة الأرصاد الجوية بالنسبة للتأس طبعا عنا عواصف رعدية بتستمر الرياح تقريبا توصل سرعتها اليوم إلى 70 كم بالساعة كمان موجة البحر اليوم هيكون مرتفع ممكن أخف من مبارح تصافة سلوج هيكون على ارتفاع 1500 متر وما فوق عنا تحذير من تشكل سيول وانجرافات بالتربية خاصة بالمناطق الجنوبية طرقات الجبلية كمان عنا تراكم سلوج إذا منتقل لبكرة الخميس عنا أمطار غزية راح تكون كمان بالتحديد بالمناطق الجنوبية مع عواصف رعدية ورياح ناشطة انخفاض بالحرارة خلال النهار وتساقط سلوج بكرة الخميس على ارتفاع 1400 متر وما فوق كمان عنا تحذير من تشكل سيول وانجرافات بالتربية أما تأس الجمعة فحيكون ممطر طبعا حدة الأمطار حتبلش تخف تدريجيا ممكن نشهد برق ورعد صباح نهار الجمعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خلال النهار إضافي لهذا الشيء ممكن نشهد تساقط سلوج صباح الجمعة على ارتفاع 1300 متر وما فوق نتوقع حصول انفراجات ابتداء من بعض الظهر فإذا مستمر اليوم الأربعة الخميس لضهر النهار الجمعة من أنبائنا العام قامت السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت في محافظات ومدن عدة تحسبا لاحتجاجات يوم غد دعية إليها في حملة عبر مواقع تواصل وأفادت بيانات شركة مرصد الإنترنت نات بلوكس بحدوث خلل في شبكات الهواتف المحمولة في إيران اليوم مؤكدة أن المستخدمين للإنترنت عبر الهواتف المحمولة أبلغوا عن انقطاع الخدمة في مدن عدة أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا والعراق ولفت إلى امتلاك إيران مئة الصواريخ التي يمكن إطلاقها على إسرائيل وإلى مضاعفة كمية اليورانيوم المخصب لديها مؤكدا أن احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد وأضاف في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق لكن ستكون مؤثرة أعلن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة العراقية قصيس هيل اعتذاره عن التكليف وذلك في كتاب بخط يده يأتي ذلك في مقرر تحالف البناء ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي يذكر أن العيداني هو ثالث مرشح رسمي يطرحه تحالف البناء بعد محمد شياع ووزير التعليم قصيس هيل والذين صحب ترشيحهما بسبب الرفض الشعبي والسياسي الواسع لهما إلى ذلك توفي النشط العراقي ثائر الطيب ليلا متأثرا بجروح وصب بها إثر محاولة اختيال تعرض لها في الديوانية جنوب العراق الأمر الذي فجر غضبا في وجه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران مع توجيه دعوات لقطع الطرق في بغداد أعلن الجيش السوري سيطرته على عشرات القرى في ريف إدلب بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة في هذا الوقت اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث للميادين أن وقف أطلاق النار في إدلب قد يكون لمصلحة إنقاذ جبهة النصرة وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس للقاء نظيره قيس السعيد لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في ليبيا الميلاد من بيت لحم إلى العالم تقرير مجدولين عيد هو من أهم الأعياد المسيحية ومظاهر الاحتفال بالميلاد متنوحة ومنتشرة حول العالم البابا فرانسيس جدد أمام ألاف المؤمنين الذين احتشدوا كما كل عام في كنيسة القديس بوتروس في روما على الحب غير المشروط والمجاني في مواجهة منطق المتاجرة رأس الكنيسة الكاسوليكية وجه من على شرفة الفاتيقان البركة البابوية متطرقا إلى الأزمات في دول المنطقة المئات احتفلوا بعيد الميلاد قرب كنيسة المهد حيث ولدا يسوع المسيح واقتزت ساحة مدينة بيت لحم بحجد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل وقرعة الطبول ضمن استعراضات كشفية خاصة بالمناسبة في العراق قرر بطريارك الكنيسة الكردانية إلغاء المظاهر الاحتفالية احتراما لمن قتلوا في التظاهرات في الفلبين أفسد أعصار أهم مناسبة في هذا البلد زي الغالبية الكاسوليكية واضطر الألاف للبقاء في منازلهم في باريس وللمرة الأولى منذ أكثر من قرنين لم يحتفل بقدس الميلاد في قتد رأيات نوتردام وقد أحيى المسيحيون العيد في كنيسة تبعد مئات الأمطار عن الكاتدرائية المغلقة منذ الحريق البريطانيون وسكان برشلونة إسبانيا وبرلين احتفلوا بارتداء ملابس سينتا كلوز والنزول إلى البحر على الرغم من درجة